موسيقى كيكيل ينتقد نيها ما ويؤكد استعداد حزبه للتعاون رغم الخلافات مخاف استخباراتية من مشاركة حزب الحرية في الحكومة نيها ما يؤيد تجديد الاتحاد الأوروبي قوانين ترحيل المهاجرين تعزيز جهود مكافحة التطرف في المدارس بنشر 160 ضابطا إضافيا فيستبان توسع شبكة خطوطها وتطلق حالات ليلية جديدة وأوبيبي ترفع أسعار التذاكر بنسبة 4.9% ابتداء من ديسمبر مرحبا بكم في نشط الأخبار على النمسا ميديا لهذا اليوم صرح رئيس حزب الحرية النمساوي FBO هيربات كيكيل في مؤتمر صحفي أن اجتماعه مع زعيم حزب الشعب كان نيها ما كشف عن شخص خاسر في الانتخابات يشعر بالضيق ويركز على مصالحه الشخصية وأوضح كيكيل أنه على الرغم من عدم وجود فجوات كبيرة بين برامج الحزبين إلى أن نيها ما غير راغب في التعاون وأضاف أن نيها ما أدل بتصريح بعد الاجتماع دون تفكير حيث أشار إلى أنه لن يكون أداة لتمكين كيكيل ورغم ذلك أعرب كيكيل عن استعداده لاستمرار المحادثات مؤكدا أن حزب الحرية فاز في الانتخابات بينما خسر حزب الشعب أشار تقرير نشره موقع انتليجنس أونلاين المتخصص في شؤون التجسس إلى زيادة قلق وكالات الاستخبارات من احتمالية مشاركة حزب الحرية في الحكومة المقبلة بسبب روابط الحزب مع روسيا وبحسب الخبراء الأمنيين قد تؤثر هذه العلاقات على التعاون الاستخباراتي مع النمسا لأنه يخشى من تسرب معلومات حساسة خاصة فيما يتعلق بروسيا والصراع في أوكرانيا حيث يستشهد الخبراء بحادثة عام 2018 التي شهدت تسريب بيانات مهمة بعد مدهمات أمنية لمبنى المخابرات العامة ويؤكد المراقبون أن الحكومة قد تواجه تحديات في الحصول على معلومات استخباراتية كاملة إذا انضم حزب الحرية إلى الحكومة أعرب المستشار النمسوي قرنها معا عن دعمه لمقترح رئيسة المفاوضية الأوروبية أورسلا فوندرلين بتطبيق قوانين صارمة لأعادة المهاجرين الذين دخلوا الاتحاد الأوروبي بشكل غير قانوني وأكد نهاما على أهمية الورقة النقاشية التي قدمتها النمسا وهولندا والتي تهدف إلى تحسين قواعد ترحيل المهاجرين مشددا على ضرورة تعزيز التعاون مع الدول الثالثة كما انتقد الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على قوات الأمم المتحدة في لبنان اليونيفل ووصفها بأنها غير مقبولة وفيما يتعلق بغزة أشار الاستمرار رفض حماس الخطط الأمريكية لوقف إطلاق النار أعلن وزير الداخلية النمساوي جرهة كارنا عن تعزيز جهود مكافحة التطرف الإسلاموي في المدارس بنشر 160 ضابطا إضافيا لدعم الوقاية وأوضح كارنا أن هذه الخطوة تأتي ردا على حالات مثل تلك التي شهدتها مدينة سانت بولتن حيث تم اكتشاف شبكة مرتبطة بتنظيم داعش تضم شبابا تتراوح أعمارهم بين 13 و 15 عاما وأشار كارنا إلى ضرورة التركيز على المدارس والجمعيات لتوائية المجتمع مؤكدا أن المشروع يهدف إلى تطوير قدرات الطاقم التعليمي للتصدي للتطرف في مراحله المبكرة تحتزم شركة ديستيبان توسيع شبكة خطوطها بشكل كبير بدءا من 15 ديسمبر مع جدول مواعيد جديد يشمل رحلات ليلية يومية من فيينا إلى فورالبرغ وسالسبورغ وستقوم الشركة بتشغيل المزيد من القطارات لألمانيا حتى شتوتكارت بما في ذلك رحلات يومية تمر عبر ميونيخ وأوغسبرغ وأولم وأكد المدير التنفيذي للشركة توماس بوش أن هذه الخطوة ستوفر المرة الأولى رحلات مباشرة نهارية بين فيينا وشتوتكارت بالإضافة إلى ذلك سيتم تقلص مدة السفر إلى فورالبرغ بساعة واحدة مع تشغيل ست رحلات يومية جديدة وتمديد بعضها إلى مناطق في تيرول وراينتال أعلنت شركة سكاك الحديدية النمساوية أوبيبي عن زيادة في أسعار التذاكر بنسبة 4.9% اعتبارا من الخامسة عشر من ديسمبر وهي أول زيادة منذ ثمانية عشر شهرا وأكدت الشركة أن بعض التذاكر مثل شبار شاينا وأسعار حج المقاعد لن تتأثر كما ستطلق أوبيبي حملة خاصة لكبار السن في نوفمبر حيث يمكنهم شراء تذاكر يومية بسعر 24 يورو وشهرية ب69 يورو علاوة على ذلك ستتوفر 150 ألف تذكار شبار شاينا بسعر مخصص قدره 30 يورو لمدة ثلاثة أشهر فيما تبقى تذاكر نايت جيت خارج نطاق هذه الزيادة مع استئناف الرحلات المعلقة سابقا بسبب الصيانة كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم ولمزيد من التفاصيل لا تنسوا تحميل تطبيق انفقرات على هواتفكم كنت معكم أنا بوثاني سلام أمسية سعيدة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة